وقبل ما نروح للتفاصيل معنا بيان خاص بالحالة الصحية للكابتن العمري فاروق وكل تمنياتنا لابل الشفاء العاجل ومش هطول على حضراتكم أكتر من كده ونروح للعناوين زي ما احنا متعودين ده البيان اللي مع حضراتكم هون بيان خاص بالحالة الصحية لأستاذ العمري فاروق يخضع العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ودير الرياضة الأصباح خلال الساعات القليلة القادمة لفحص شامل بمعرفة الأطباء خلال الساعات القليلة القادمة لبحث إمكانية سفر وخارج البلاد ومن ثم عرض قرارها النهائي قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا للتأكيد على إتمام عملية السفر لإستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي بلاستك كابتن محمود الخطيب وأسرة الوزير العمري فاروق للعمل على توفير أحسن العلاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية ويمان الله عليه بالشفاء العاجل بنتمنى طبعا الشفاء العاجل للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وإن شاء الله يعني يرجع لنا بألف سلامة ترجمة نانسي قنقر